يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الوحيم لتنذر قوما ما أنزغ آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنزوتهم أو لن تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الزكوة وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفوة وأجر الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثل الأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوسلنا إليك بسنين فقذبوهما فعززنا بثالثه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أعزل رحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا وابنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيعنا بكم لإلا متوتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكوتن بل أنتم قوم مصففون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وكم مكتدون وما لي لا أعبد الذي فطغني وإليه توجعون أأتخذ من متونه آلكة إن يردن الرحمن إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آموت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وأبي وجعلني من المكومين وما أنسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا موسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسنة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا بك يستغزئون ألم يغوكم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجونا فيك من العيون ليأكلوا من سباوه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لنا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد وناه مناسل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صليخ له ولا هم يوقتون إلا وحمة منا ومطاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات وربهم إلا كانوا عنها معدقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقكم الله قال من الذين كفهوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يغسرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجناس إلى وابهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده وحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلموا نفسوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب وحيم ومن تاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عددهم مبين ونعبدوني هذا صفاتكم مستقيم ولقد أظل منكم جبلاً كثيوًا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنت تتوعدون إسلوها اليوم بما كنت تتكرون اليوم نختم على أفضاههم وتكلمنا أيديهم وتشتد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا الصغات فأنا يبصلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر موكان حياً ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم له مجود محضرون فلا يحصوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يغل إنسان أن خلقناه من نطفة خيضاء وخصيم مبين وضغب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحهي العظام وهي رميم قل يحهيك الذي أنشأها أول موه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخذ غناوا فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقاتل على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقم ترجمة نانسي قنقم ترجمة نانسي قنقر